هذا وقت شرع البنك المركزي بولاية الخرطوم في تغذية الصرافات الألية بالسيولة النقطية وذلك انفاذا لتوجيهات محافظ البنك في هذا الشأن وتأتي الخطوة في طال حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمعالجة أزمة السيولة التي استمرت لعدة أشهر تلقى الشارع السوداني تغريدة رئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الاهتمام والتي أشار فيها إلى انتهاء أزمة السيولة النقطية بصرافات الآلية انسياما مع السياسات الجديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وإنفاذا لتلك التوجهات شرع البنك المركزي بولاية الخرطوم في تغذية الصرافات الآلية على امتداد محليات الولاية المختلفة بالسيولة النقطية على أن تبدأ أعمليات السحب للمتعاملين اعتبارا من فجر السبت الليلة ظهرت علينا العربات بتاعة الصرافات وشوفنا بعين جاءت العربات تغزي الصرافات في يوم اليوم الجمعة وقالوا أنه سيبدأ من الساعة 6 صباحا فالحمد لله الليلة شوفنا بعيننا جاءت الصرافات والعربات ووقفت وغزت الصراف قدامنا وإن شاء الله بكرة يحصل خير ووجه عملاء المصارف على مدى شهور ماضية صعوبات جمّة في الحصول على السيولة النقدية سواء كان ذلك باصطفاف المواطنين داخل صلاة المصارف أو على قارعة الطريق أمام ماكينات الصراف الآلي ويرى مواطنون أن عمليات تغذية الصرافات من شأنها انهاء تلك المعاناة والليلة ظهرت بشاري أن الصرافات كلها تكون معبئة وكنا سافغا أن نعاني والله لوحد يخلي شغله ويمشي يجيب في الصف ومعاناة كثيرة والمبلغ الدائر ما بالقاوي يعني نشكر الجهات المقتصة على هذا الاجتهاد وتأتي عملية انفراج أزمة السيولة النقدية ضمن حزمة معالجات اقتصادية اتخذتها الدولة مؤخرا لإجراء إصلاحات للتشوهات الاقتصادية معالجات يتطلع المواطن السوداني من خلالها في أن تنضي في اتجاه رفع المعاناة عن كاهله مرى العوض البشير الشرق الخرطم حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الموني محمد طيب الخبير الاقتصادي والأساذ بأكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية مرحبا بك عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته نعم تم تسليم المصارف التجارية العاملة بالبلاد احتياجها من الأوراق النقدية وستبدأ صرافات عملها غدا السبت الآن الجميع يعلم ذلك يعني ماذا تعني هذه الخطوة بداية؟ نعم هذه الخطوة تعني بداية انفراج أذمة البنكانوت التي ظلت تعاني منها المصارف السودانية لفترة لأكثر من ستة أشهر وكذلك أيضا يعاني منها عملاء المصارف لا سيما على الطبقات بالدخل المحدود التي تقوم المؤسسات والمصالح والوزارات الاتحادية والحكومية وكل العاملين في غطاء الأعمال بإيداع مرتباتهم بشكل دوري في المصارف وظل يعاني لفترة طويلة جدا من أذمة تسمى أذمة البنكانوت نعمل في هذا الحل الآن أن يكون هناك تخفيف لأفراد المجتمع في الحصول على على نقد وبغرض تسوية بعض المعاملاتهم الآنية وكذلك أيضا بعض المعاملات الطارئة التي تتطلب وجود نقد كاش في أيدي المتعاملين وجميع أفراد المجتمع نعم السيد عبد المنعم السؤال الذي يطرح نفسه يعني ما أسباب شح هذه السيولة في الفترة السابقة هل هي سياسة اقتصادية وعما هل أثرت سلبا أم إجابا على الاقتصاد هي أذمة يعني مشاركة فيها عديد من الأطراف يعني السوب الرئيسي هو زيادة أو كثرة التداول النقدي خلاف التداول الإلكتروني أو المرتبط بالتغنية في جميع أنحاء السودان لكن في ذات الوقت هي مسألة أذمة كانت نسبية في كثير من الولايات لا تعاني من هذه الأذمة لكن لأن العاصمة الخرطوم هي فيها أكثر من تزع ملايين من السكان فيها أكثر من تزعين في المئة من ودايع الغطاء المصرفي فيها أكثر من تزعين في المئة من المصارف فيها كذلك أيضا أكثر من خمسة وتمانين في المئة على وجه التغريب من الصرافات الآلية هي تعاني بسبب التكدث وتعاني كذلك أيضا بسبب كثرة الحسابات في جانب آخر أيضا نجد أن هناك بعض الولايات لا تعاني هناك معاناة لكن معاناة نسبية المصارف الآن هي عانت من ذلك لأن الإداعات هي أصبحت إداعات شحيحة وكل الذي كان يحدث في الفترة السابقة هي عملية السحب أكثر من عمليات الإداع إضافة لذلك أن جل الودايع المستغرة في الغطاء المصرف هي لذلك الدخل المحدود ولأصحاب المرتبات وهؤلاء يحتاجون إلى نقض يومي لتسيير معاملاتهم لأبناءهم لغذاء الكثير من الحوائج اليومية التي لا تتطلب التأخير نعم الآن سيد عبد المنعم يعني توفرت السيولة في جميع المصارف هل نستطيع القول أنه انتفت هذه المسألة تماما يعني شح السيولة لن يعود مرة أخرى هي تحتاج إلى طمأنينة وتحتاج إلى استمرارية في تغذية هذه الصرافات وتلبية بعض الاحتياجات إذا استمرت لفترة مستمرة لأكثر من ستة أو سبعة أو لنغل أسبوعين على الأكثر خلق هذه الطمأنينة سوف يؤدي إلى حدوث نتائج أخرى هذه النتائج الأخرى تتمثل في خيام بعض الذين راموا بتقديد هذه المبالغ في شكل نقب أو في شكل بنقنود في المساكن وفي المناظر إلى عودة هذه الأموال مرة أخرى إلى الغطاء المصرفي وبالتالي تكون هناك عمليات متبادلة عمليات السحب وكذلك أيضا تحقبها عمليات إداء والبنوك طبعا هي تتعامل بالوضائع التي توضع إليها من الجمهور وبعد ذلك تغم بتوظيفها في عمليات التمويل وعمليات الاستثمر سؤال الأخير سيد عبد المنعم يعني إذا كانت لديك معلومة هناك حديث عن تسليم الصرافات للعملاء مبلغ أربعة آلاف جنيه بدلا عن ألفين جنيه هل لديكم معلومة تأكيد أو نفي لهذا المعلومة أم حقا ليست تليم معلومة إنما هي متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لكن قطعا يجب أن يكون هناك تدرج في هذه العملية حتى تتيح الصرافات الآلية وتتيح للمصارف التوذيع لأكبر غطاع من المستفيدين ومن عملاء الغطاع المصرف في بيطفة عامة سيد عبد المنعم محمد الطيب الخبير الاقتصادي والأستاذ بأكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية كنت معنا وباشرة من الخرطوم شكرا جزيلا لك